تبعنا تصريحات المتحدث باسم البنتاجون بالأمس تحدث أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة لحماية القواعد الأمريكية وقواتها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط الفترة الماضية تعرضت بعض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لأكثر من 40 هجوم مسلح من أفراد المقاومة في العراق وسوريا إلى أي مدى هناك قلق يزداد يوما بعد يوم في الإدارة الأمريكية على المصالح الخاصة لها داخل الأراضي الموجودة في العراق أو سوريا أو في المنطقة بشكل عام وبالطبع سيد محمد أولا نفرق بين أمرين هناك الآن طيارات تغزي هذا الصراع وميليشية التنظيمات تحاول أن توسع الصراع والمنطقة وسيدفع السمن طبعا الدول العربية والشعوب العربية سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في الدول التي تتواجد بها هذه التنظيمات وهذه التنظيمات لم تقدم شأن قدر الفلسطينية وإنما هي تحاول أن تستغل قدر الفلسطيني من ناحية أخرى مثلا دول ذا العراق أو سوريا تحولت إلى ساحة الحرب بالوكالة بين القوات الأمريكية المتواجدة من ناحية وبين قوة إقليمية من ناحية أخرى واستخدمت هذه الميليشيات كأحد أدوات الحرب وبالتالي لا يدفع السمن أن هم العراقيين أوضاع اقتصادية متدورة يعني معاناة اقتصادية هذا أمر الأمر الثاني أنا فيعتقاد السياسة الأمريكية أيضا هي تحمل جزء من المسؤولية فيما تعلق بيشتعال هذه الأمور لأن صمت الدراء الأمريكي وعدم اتخاذها مواقف حاسم تجاه الحكومة الإسرائيلية وتعب حزي الحكومة أو وقف القتال في غزة أو وقف هذه المأساة الإنسانية هو بيغزي قدر الفرصة للطائرات المتشادي للإرهاب أن توظف القضية الفلسطينية فهذا بيغزي طائر القرهية في المنطقة هل ده متعمد لتأجيج الصراع واستمرار سلطرة الولايات المتحدة الأمريكية أو إعطاء يعني غطاء شرعي لتدخلها إحنا شايفين أنها حركة غواصة شايفين حامل الطائرات شايفين تواجد عسكري شديد في المنطقة هل ده متعمد اللي بيحصل ده يعني أنا لا أستبع أن يكون متعمد هو ليس بشكل تأسمى لكن على الأقل أفعال أمريكا تؤدي لأن هناك يعني سياسة أمريكا تؤدي لفكرة تأجيج المنطقة وإشعال المنطقة لأن تعمد يطلق يضي إسرائيل وإطلق هذه المجازر وطبعا بيغذي الطائرات القرهية وبيغذي يعني ردد أفعال عنيفة وبالتالي يزيد من الإشتعال وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن تبقى المنطقة الشرق الأوسط منطقة مشتعلة أيضا أمريكا هناك بعادة استراتيجية أمريكا أيضا هناك العينها على الصين وروسيا لأن أمريكا انسحبت ثم جاءت الصين وروسيا وشغلت هذا الفراغ الأمريكي لأنها تعود من زاوية إشعال الحرائق وتقول أن هناك حاجة لأمريكا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه لا يمكن استغناء عنها وبالتالي السياسات الأمريكية هي من ناحية تغذي هذه الصراعات وهي التي تهدي بتوسع الحرب لأن استمرار الصمت وعدم واقف إسرائيل وعدم حل القضية الفلسطينية يعني نرجع أيضا هنا نربطها بمقولة الرئيس سيسي ودائما مقولة مصر القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة ولو كان تم حل هذه القضية منذ زمن طعيد لما وصلنا لهذا الأمر بمعنى أن كل ما يحدث هو أعراض المرأة ومخرجات المدخلات هذا المرأة استمرار الاحتلال الغياب أفق للتسويات السياسية استمرارات سياسات متشددة هذه المدخلات هي غزة البيئة الصراعية وصلنا لهذا الانفجار من يستفيد منه؟ طيارات وميليشيات وتنظيمات لتوظف الكدار الفلسطينية وأمريكا تستغله أيضا لتحقيق هدف استراتيجي لكن من يدفع الثمن؟ الشعوب العربية، الانقسامات، التدهور، المأساة الإنسانية التي نراها في غزة وفي الدول العربية كما رأينا في العقد الماضي وبالتالي هناك سياسات أمريكية تؤجج المنطقة غياب حل عادل للقضاء الفلسطينية منذ فترة كثيرة لأن المنطق يقول أن إذا تم حل القضاء الفلسطينية سلام عادل وشامل بمفهوم دولة فلسطينية على حدود 67 وعلى سمطة القدس الشرقية هذا هو الطريق فقط لتكفيق بيئة الإرهاب وبيئة الصراع ستتحول منطقة لبيئة عونية، الكل يزدهر فيها معادلة الكل رابح رابح لكن ماذا سيحدث الآن؟ مزيد من الضمار؟ هناك طبعاً لأن هناك استثمرات في المنطقة هناك عدم استقرار هناك ستظهر مرة أخرى للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وكل شيء على المنطقة وبالتالي هل الشعوب للمنطقة تتحمل مزيد من هذا الأمر؟ لا أعتقد هناك أوضاع أزمات كثيرة العالمية حرب الروسية الأوكرانية وبعدها قبلها أزمة كورونا ومكاد المنطقة تستعيد العافية وتبدأ في النهوض حتى يأتي من يشعل هذه المنطقة هذا الإشعال كما قلنا طيار تصعيدي يقوم في إسرائيل المضطرفين وهم الآن استغلوا المحرسة في 7 أكتوبر حقيقة ليس كما علمنا القضاء على الحماسة أو الرهائن وإنما التنفيذ مخطط قديم وهو تصفية القضية الفلسطينية بالأسف يعني ده اللي بيتكرر بشكل كبير جداً وبيخرج من الإدارة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر